حكينا شوي عن العهد القديم أخ عياد لكن بتهيأل الإعلان الأكمل هو في العهد الجديد بالنسبة للطبيعتين ليسوع المسيح تفضل تمام كان العهد الجديد لزاما أن يكون بهذا الشكل ليشير إلى مجيء المسيح ويقول أنه سيأتي إلى أن يأتي المسيح ويصرح عدة مرات أنه مكتوب عني وعندما ورد المسيح وفي أحداث الميلاد والصبا يقول ماتت عدة مرات لكي يتم ما جاء بالأنبياء لكي يتم ما هو مكتوب بالأنبياء فكان مجيء المسيح إتماما لأقوال الأنبياء وصل إلينا المسيح كيف وصل إلينا؟ فكرة أن الله العلي يتجسد هذه فكرة أبعد ما تكون عن ذهن الإنسان عن الذهن البشري فدائما ظن الإنسان أن الله في العلا أن الله بعيدا عن الإنسان وظن الإنسان أن عليه أن يذهب هو إلى الله أن يجاهد وأن يكتهد وأن يبذل الجهد كي يصل إلى الله لكن الإعلان المسيحي يقول للإنسان أنت عاجز ولن تستطيع أن تقترب مني أن تميت أنا سآتي إليك فالإعلان المسيحي أن الله العلي أخذ صورة إنسان الكلمة صار جسدا وحل بيننا الكلمة الله الأزلي اتخذ له خيمة كخيام البشر كلمة حل بيننا الوردة في يحنى واحد هي ذاتها خيم بيننا فنحن نسكن في خيام نعم البشر بأجسادهم الأجساد هي الخيام الروح تسكن في خيمة تدعى الجسد فالله حل في خيمة أيضا مثل البشر لكنها خيمة تختلف عن كل الخيام أخذ جسدا أو اسم شبه الناس فيه كل مقاومات الحياة على الأرض من لحم ودم لكن يخلو تماما من الخطير وصل إلينا الله تجسد في المسيح أخذ جسدا هذا الجسد تكون في رحم العذراء بدون أي زرع بشري بدون أي تدخل إنساني سألت القديس العذراء مريم كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا قال لها الملاك الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله وهذه إشارة من ضمن الإشارات الابتدائية في إنجيل وقالت تقول لنا من هو المسيح هو إنسان سيحبل به في رحم العذراء نسوت لكن ليس مجرد نسوت هو القدوس القدوس المولود منك يدعى ابن الله القدوس ده اسم من أسماء الله المؤمنون صاروا قدسين لكن المسيح هو القدوس الحق فهذه واحدة من الإشارات الأولى عندما ولد المسيح التي تقول أن له طبيعة نسوتية سيولد بها من رحم العذراء لا هتية الله حل في هذا النسوت الله سر أن يحل في هذا النسوت وولد المسيح وولد المسيح وكان في ذات الوقت هو الله الظاهر في الجسد مع أنه كان طفلا مقمطا مدجاعة في نزول هذا المشهد الأول الإفتاحي للأناجير وحياة المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر